جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي المطالبة بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات لإغاثة مواطن القطاع المحاصر جاء ذلك خلال نعقاد جلسة لمجلس الأمن حول تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وفي سياق متصل قال منظوم فرنسا لدى مجلس الأمن إن نحو مليوني مدني في غزة يفتكرون لكل مقاومات الحياة دعيان إسرائيل إلى احترام القانون الدولي اشتركوا في القناة